وقعت واقعة رئاسة الجمهورية وحسم الأمر الذي كان يشكل عائقاً أمام القوى السياسية مشيل عون أصبح رئيساً للبنان فماذا بعد؟ عون هو حليف لحزب الله بشكل واضح والأخير حليف للنظام في سوريا وحليف المحور الإيراني وبالتالي الرئاسة الأولى في لبنان برعاية هذين المحورين فهل هناك خطر على لبنان أكثر من دخوله في دوامة المجهول؟ رد الفعل الإيراني الأولي كان الترحيب بانتخاب عون واعتباره انتصاراً لمحور المقاومة ورد الفعل الآخر الثاني والذي أثار القلق أكثر هو الاتصاد المباشر من الرئيس السوري بشار الأسد للرئيس عون الذي انتخب حديثنا البارحة مهنئاً إياه وباقة الورد التي أرسلها له مما يعني أن هناك علاقة مستمرة ما بين الفريقين وهذا ما يثير قلق الجمهور اللبناني أو شريحة واسعة من الجمهور اللبناني اللبنانيون يرون أن دخول عون إلى قصر بعبدة ما هو إلا استسلام للمشروع الهادف إلى تقسيم ما تبقى من الجمهورية اللبنانية وعودة الأيام المريرة التي عيشها اللبنانيون مع نظام الوصاية فالأسد كان أول المهنئين لعون بوصوله إلى سدة الحكم ما أثار قلق اللبنانيين حول ما سيحدث مستقبلاً خاصة وأن عون حليف لنظام عنا منه اللبنانيون وشهدوا كافة أشكال العنف والتعذيب نظام الوصاية السوري كان أياماً صعبة وما نشهده الآن في سوريا من إجرام يمارسه النظام بحق شعبه يبرر لنا ماذا كان يجري مع الشعب اللبناني الذي يعتبر شقيق وليس مواطن أصيل عمليات الاعتقال بدون مبرر عمليات القتل عمليات الخطف عمليات سرقة الأموال أمور كثيرة كانت تجري على الساحة اللبنانية التعذيب الإخفاء أمور كثيرة كانت تجري دون مبرر ودون أي وازع قانوني أو مبرر قانوني دون محاكمات قد عانى اللبنانيون كثيراً من هذا النظام وكان عيداً وطنياً يوم أن سحب النظام السوري من لبنان في عام 2050 لا شك أن معظم الأحزاب اللبنانية مسؤولة بشكل أو بآخر عن وصول عون إلى قصر بعبدة لكن هناك من يرى في الشارع اللبناني أن وصول عون إلى الرئاسة يعني تمهيداً كبيراً لإعادة وصاية النظام السوري من جديد على مرافق الحياة السياسية في لبنان بعد دخول لبنان عهداً جديداً بانتخاب ميشيل عون رئيساً للجمهورية ينتظر اللبنانيون تسارع الأحداث لمعرفة ما إن كان الجنرال سيعيد لبنان إلى زمن الوصاية السورية أما أنه سيسير على الإصلاح والتغيير مايا هاشم آرينت نيوز بيروت